تحت رعاية قرنة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أعلنت إدارة سلامة الطفل في مارة الشارقة خلال مؤتمر صحفين عقدته في بيت الحكمة بالشارقة عن افتتاح مركز كنف بيت الطفل في الشارقة تحت شعار ليعود آمناً ليبدأ المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة رسمياً في استقبال الأطفال ضحايا الإساءات الجسدية والجنسية من كافة الجنسيات في الإمارة يمتز المركز الذي وجهت سمو الشيخة جواهر القاسمي بإنشائه في عام 2020 بتوحيد جهود كافة الجهات القانونية والاجتماعية والطبية المختصة بالتعامل مع هذه الحالات في مكان واحد لتوفير الرعاية والحماية الشاملة للأطفال على أيدي خبر مختصين من دون جهود مضاعفة وأعباء على الأطفال وأولياء أمورهم